السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبت طالبة الصف الثاني الاعدادي اليوم نشرح درس الفلاح نص الفلاح للشاعر محمد الهروي وده شاعر مصري معاصر ولده بزقذيق وعمل في نظرة المعارف ودار الكتب وتوفي سنة 1939 ميلادية يلا مع بعض نقرأ النص النص بقول أنا الفلاح في مصر أرد ترابها تبرا فلا تبقى يدي قفرا بواديها ولا فقرا فمن نخلي لكم رتب ومن قرني لكم عنب ومن حقلي لكم قصب وقتني يجلب اليسرى ومن غنمي لكم عهن ومن بقري لكم سمن وفي طيري ولا من منافع جمة أخرى سأنميها زراعات بماشية وآلات وأكثر من نقابات وأنهض نهضة كبرى وأحفظ ذلك الوادي تراث أبي وأجدادي وأسلمه لأولادي عزيزا سائدا حرا يلا مع بعض نبدأ بيتين ونشرحهم أنا الفلاح في مصر أرد ترابها تبرا هنا الفلاح بيفتخر بكونوا أنه هو فلاح مصري وبيقول أن أنا بغير وبحول أرضها وبخليها من الأرض ما هي تراب أحولها لدها أرده يعني أحول أغير مضادها أبقى التبر اللي هو تراب اللي هو فتات الزهب أو تراب الزهب تبقى يعني تطرق فلا تبقى يدي قفرة قفرة يعني أرضي مش هتبقى خالية من الحياة لا دا هتبقى أرضي مزروعة جمع قفرة قفارا يبقى مضادها لا مأهولة وعامرة يعني هي مش خالية يبقى عامرة بواديها الوادي المقصود بها وادي النيل جمع وادي أودية ووديان وأوداء فقرة الفقر اللي هو العوز والحاجة مضاده الغنى جمع فقر ما فقر طيب هنا الشرح بيقول أنا الفلاح وبيفتخر الفلاح بأنه كنه مصري أصيل وبيحول تراب أرض مصر إلى زهب وبيحول أرضها التي لا نبات فيها إلى جنة خضراء فيعمل خير ويزول الفقر مع بعض مواطن الجمال المواطن الأول أنا الفلاح في مصر دا هنا تعبير أن الفلاح بيفتخر فيه الفلاح بكونه فلاح مصري يبقى هنا تعبير بيدل على افتخار واعتزاز الشاعر بكونه فلاحا وبانتمائه لمصر أرد طرابها طبرة الأرض صورها بعد ما هو زرحها وخليها عامرة ما كانتش خالية بعد ما بيقيت عامرة بيقيت إيه مليانة كأنها زهب يبقى تصويد للأرض بعد زراعتها بالزهب وهنا استخدم الفعل المضارع أرد ليدل على استمرارية التحويل هو شغال بيزرع بيستمر بتحويل الأرض من تراب إلى زهب طيب الموطن الثالث فلا تبقي يدي قفرا ولا فقرة هنا تكرار فلا ولا يبقى تكرار النفي أنا دايما قلت نفي النفي تأكيد يبقى تكرار النفي بيفيد التأكيد وهنا شدة إخلاص الفلاح في العمل مع من أجل بلاده طيب قفرا وفقرا بينهم تجانس لفظي بيطرب الأذن بتسمعوا كده كأنه في نغم موسيقي طيب الأبية الثانية البعض كده هنا الرطب اللي هو البلح الرطب الطري جمع رطب أرطاب ورطاب يجلب اليسر يعني يأتي بيجلب يأتي بالخير مضد وهي يمنع طيب إيه هو العهن العهن اللي هو الصوف المزبوغ الألوان مش طيب مفرد عهن عهنة طيب وجمع الجمع جمع عهن عهون المنافع أنا باخد منه منافع كتير فوائد الكرم اللي هو شجر العنب بيجلب اليسر بيجيب الخير بيجلب الخير معاه والغنى مضده مضد اليسر العسر والفقر لمنن لفخر وتباهي بالعطاء أنا مش بمنن عليكم جمع منافع جمع منافع كثيرة جمع 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 جمام وجمون طيب هنا الشاعر بنقول إيه الشاعر هنا بيوضح لنا اللي ما يقوم به الفلاح الفلاح بيزرع إيه بيزرع إيه الحاجات اللي هو بيعملها بيزرع أشجر النخل فبيأخذ منها البلح وبيزرع الكرم اللي بنأخذ منه العنب وبيزرع القصب اللي بيستخدم في صناعة السكر وبيزرع القطن اللي بيدخل في صناعة الغزل والنسيج مما يزيد طبعا كل ده بيزيد من الدخل القومي طب وبيعمل ايه كمان ده كمان بيربي اغنام بناخذ منها الصوف لسماعة الملابس بالوانها المختلفة الجميلة والابكار البقار اللي بناخذ منه السمن وكمان بس كده لا ده بيربي كمان طيور اللي بناخذ منها اللحوم والبيض ومع ذلك بيفخر بالعطاء هو لا يفخر هو مش بيمني عليكم لكن كل دي فوائد هو بيعملها فمن نخلي ومن كرمي تعدد نخل ماشي اللي بيجيب منه البلح بناخذ منه البلح والرطب والكرم اللي بناخذ منه العنب يبقى تعدد النعم وكسرة الخيرات اللي بيقدمها لنا مين الفلاح طيب قطن يجلب اليسرى ده ومي اللي بيجلب مي اللي بيجيب الحاجة معاه الخير مش ده انسان طيب هنا صور القطن بانسان بيجلب اليسرى لاهله وتصوير لليسر بشيء مادي يجلب ده هنا بيوحي باهمية وفايدة مين القطن ومن غنمي ومن بقري الغنم والبكر تعدد يبقى هنا تعدد النعم وكسرة الخيرات اللي بيقدمها لنا مين الفلاح طيب الغنمي وقالبقري الجمعي هنا بيفيد ايه بيفيد الكسرة طيب واغ غنم واغ بكر العطف بيفيد التنوع منافع جمة اخرى منافع الجمعي هنا بيفيد الكسرة منافع كتير بناخدها طيب جمعي هنا التنكير بيفيد ايه عموم وشمول طيب اضاف هنا يا المتكلم الى نخلي كرمي حقلي قطني غنمي بقري طيري كل ده بيفيد اعتزاز الفلاح بهذه الخيرات طيب وتكرار كلمة لكم في الابيات بيفيد حب الفلاح لابنائه لابناء وطنه سأنيها زراعات بماشية وآلات واكثر من نقابات وانهض نهضة كبرى واحفظ ذلك الوادي تراث ابي واجدادي واسلمه لاولادي عزيزا سائدا حرا هنا بيقول سأنيها انا حزرعها طيب مضبها ايه لا ده انقصها او اقللها سأنيها زراعات انا حعملها بزراعات حزرعها حاجات كتير بحاجات مختلفة زي ايه ماشية الماشية زي البقر والقبل والغنم ماشية وآلات الآلات اللي هي المعدات والاجهزة واكثر من نقابات وانهض نهضة كبرى النهضة لها التقدم تمام طيب واحفظ ذلك الوادي تراث ابي واجدادي التراث اللي هو المراس تمام طيب المراس اللي هو بتركه الاجداد او بتركه الاقدام طيب اسلمه انا هعطيه طيب مضبها اخذه عزيزا العزيز اللي هو القوي جمع عزيز عزة واعزاء طيب مضد العزيز زليلا طيب سيناه اولادي مفرد اولادي ولدي هسلمه سائداً سيد عزيم طيب هنا بنشرح الابيات هنا بيقول انه هيحبقى الفلاح هيعمل نهضة كبرى في مجال الزراعة وحيستخدم جميع الوسائل المتاحة ليه سواء كانت وسائل طبيعية زي المواشي او وسائل صناعية زي الالات الزراعية طيب وكمان هيكسر من تكوين نقابات ده هو كمان تعاهد بحاجة تانية انه هيعمل النقابات النقابات اللي بتحفظ ليهم الحقوق وبيكتهد لتقدم بلاده مصر وصحة كمان بيتعهد بإيه انه هيحفظ ودي النيل اللي ورسوا عن أبيه وجده وحيسلمه لأولاده قوياً عزيزاً ولن يسمح أبداً بالاستيلاء عليه طيب هنا سأنميه زراعات بماشية وآلات استخدام هنا السين انا دايماً كنت دايماً بقول السين وسوف المستقبل يعني حاجة هيعملها في المستقبل يبقى هنا بيفيد تنمية الزراعة في المستقبل القريب حينميها طيب عطف الآلات على ماشية هنا عمل بص هيزرع بإيه بآلات وبماشية يبقى هنا العطف هنا بيفيد إيه تنوع وتعدد الوسائل اللي حيستخدمها الفلاح في تنمية أرضه الزراعات والآلات جمع جمع معرفة ليه للعموم والشمول طيب قال أكثر من نقابات هنا التنكير بتاع كلمة نقابات بيفيد التعظيم طيب قال أنهض نهضة كبرى تعبير بيدل على إخلاص الفلاح لبلاده أنهض نهضة يبقى فيها تجانس الكلمة في تجانس لفظي بتطلب له الأذن وأحفظ ذلك الوادي تراث أبي وأجدادي هنا صور الوادي بمراس ورسه الفلاح يبقى هنا الوادي ده كأنه مراس أجداده أبوه أمه أهله ويبقى سابوا ليه مراس وهنا تعبير بيوحي باعتزاز الفلاح بالأرض وحرصه الشديد عليها طيب هنا كلمة ذلك اسم إشارة طبعا معروف ذلك اسم إشارة للبعيد بس هنا يفيد التعظيم أسلمه لأولادي تصوير للوادي بأمانة أنا الوادي ده هنا أو بلدي حسلمها لأولادي كأنها أمانة حسلمها لأولادي يبقى هنا تصوير للوادي بأمانة يسلمها الفلاح لمين لأولاده عزيزا سائدا حرا هنا تصوير للوطن بالإنسان العزيز السيد الحر طيب هنا التنكير ميه للتعظيم طيب أي فعل مضارع عندي هنا يفيد ايه أنا دايما بقول أي فعل مضارع يفيد تجدد واستمراض دي شيء معروف طيب هنا عندك قال أنميها أكثر أنهض أحفظ أسلم يبقى كل ده تعبير بيدل على التجدد والاستمرار واستحضار الصورة طيب هنا الفلاح تعهد بكذا شيء معايا الفلاح تعهد بإيه تعهد بإنه هو حيستخدم آلات حديثة علشان ينمي الأرض ويزرعها وكمان إيه حيعمل نقابات علشان بيحافظ على حقوقه وحيفزل أقصى جهد لينهض بوطنه وبإنه يحمي بلاده ليه لإنه تراث أجداده علشان يسلمها بعد كده لأولاده قوية عزيزة حرة وبهذا قد نكون انتهينا من درس الفلاح وإلى لقاء آخر مع درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته